موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم محادث الصحافة نبدأها من مجلة فورين بوليس الأمريكية التي كتبت عن الحرب الأهلية الوحشية في سوريا التي كادت تصبح طيانسيان منذ أن بدأت الطائرات الحربية الأمريكية قصف أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء البلد الأمر الذي منح بشار الأسد فرصة سحق المعارضة التي تحاول الإطاحة به دون أن ينبس الغرب ببنت شفة أو يحرك ساكنا لعمل أي شيء وأشارت إلى أن حملة الأسد تلك اتسمت باستراتيجيات العقاب الجماعي كحصار مدن بأكمالها وتحويل المواد الغذائية إلى أداة حرب واستخدام الأسلحة العشوائية وأبرزها البراميل المتفجرة التي أصبحت رمزا بغيضا لفضائع الحكومة سوريا وذكرت المجلة أن مثل هذه البراميل التي تعبأ بكميات كبيرة من المتفجرات وأحيانا الكتل الصخرية التي تتحول إلى شضايا عند انفجارها قدرتها التدميرية عالية كما أنها غير الدقيقة وهو ما جعل الجامعات الحقوقية تعتبر استخدامها جريمة حرب وبشأن ردود الفعل المرعبة من هذه البراميل المتفجرة يروي أحد الأطباء من شرق الغوطة بضواحي العاصمة دمشق أن الناس في سوريا الآن يعتبرون الشمس شيئا مقيتا لأن اليوم المشمس يعني أن بإمكان طائرات الجيش التحليق بحرية وضرب المزيد من الاهداف وقتل المزيد من الناس وأشارت المجلة إلى أن جمعية ما يعرف بأطباء من أجل حقوق الإنسان قد وثقت منذ نيسان مائتين وستة وخمسين هجوما على المنشآت الطبية ثمانية وخمسون بالمئة منها نفذتها القوات الحكومية وأنه في خلال هذا الوقت قتل ستمائة وأربعة وعشرين من أفراد الطبيين سبعة وتسعين منهم بأيدي قوات النظام نشرت صحيفة وولد ستريت جورنل الأمريكية تقريرا لرجى عبد الرحيم بعنوان التغيير في تكتيك جبهة النصرى في الحرب حيث تبين الكاتبة تغيير تكتيك النصرى في التعامل مع سكان المناطق التي تسيطر عليها قالت فيه إنه بالرغم من وحشية جبهة النصرى إلا أنها تختلف عن منافسها الرئيس وهو تنظيم الدولة بأنها تحاول أن تساعد سكان المناطق التي تسيطر عليها وتذكر الكاتبة أن جبهة النصرى التي تعد أحد أقوى الفصائل التي تحارب بشار الأسد لم تخسر سمعتها بالوحشية وتشير منظمات حقوق الإنسان السورية إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها ضد المدنيين منذ أن برزت جبهة النصرى قبل ثلاثة أعوام وتضم القائمة إخفاءات قصرية وإعدامات دون محاكمة بتهم الكفر والعمالة وتلت الصحيفة إلى أنه مع هذا قد بدأت الجبهة في تخفيف فتاواها التي لا تلاقي قبولا مثل منع وبيع التدخين والسجائر وهو إجراء مبغوض وخاصة في بلد يدخن فيه معظم الرجال وتجد عبد الرحيم أنه ليس واضحا مدى عمق تحول جبهة النصرى وما هو الهدف منه ولكن في غمرة الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس في سوريا فإن هذا التحول من فرع تنظيم القاعدة في سوريا يؤكد فروقا مع منافسها الجهادي الرئيس تنظيم الدولة وتكشف عبد الرحيم عن أنه بعد امتنع جبهة النصرى بشكل كبير عن التدخل في حياة المدنيين كان يبدو أنها تحاول تقليد تنظيم الدولة عندما هاجمت فصائل الثوار الأخرى وأحكمت قبضتها بالقوة على مناطق المعارضة وقد سماها البعض تنظيم الدولة الجديد وكانت قد فرضت ضرائب وفرضت إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة وتختم والستريت جورنال تقريرها بالإشارة إلى أن شبكة سوريا لحقوق الإنسان تقول إن جبهة النصرى مسؤولة عن مقتل مائتين واثنين وثمانين مدنيا بينهم ستون امرأة واثنين وثلاثين شخصا تحت عمر ثمانية عشر عاما واختفاء أربع وأربعين آخرين وبعض القتلى تم إعدامهم بحجة الكفر أو العمل مع حكومة الأسد صحيفة ستار التركية نشرت في خبر لها تحت عنوان تركيا وواشنطن اتفقت من أجل الشأن السوري بيانت الصحيفة أن شائعات يتم تداولها مؤخرا عن قيام تركيا بدعم المعارضة السورية دعما جويا وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو قوله أن هناك لقاءات تدور بين أنقرة وواشنطن حول هذا الأمر وقد اتفقت كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول الشأن السوري وتمال اتفاق على إمداد الجيش السوري الحر جويا في إطار اتفاقية التأهيل والأعداد وفي هذا قامت تركيا والولايات المتحدة بالاتفاق من حيث المبدأ فيما بينها من أجل تجهيز جيش المعارضة السوري وتريد الصحيفة أن جاويش أغلو أجاب عن أسئلة الصحفيين حول برنامج التأهيل والأعداد مؤكدا عدم أهميته دون الشروع في الدعم الجوي لجيش المعارضة لافتا إلى أن أهمية الدعم الجوي لقوات المعارضة وإلا فلن تصبح هناك أهمية لاتفاقية التأهيل والأعداد مشيرا إلى أن هناك لقاءات قد بدأت بين تركيا والولايات المتحدة في هذا الشأن ونقلت الصحيفة عن شاويش أغلو توضيحه حول ما إذا تم تحديد قاعدة إنجرليك كنقطة انطلاق للدعم الجوي أو ما إذا كان سيتم إدراج طائرات مسلحة بدون طيار من عدمه بأن كل هذا ما هو إلا تفاصيل تقنية حيث إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تقديم الدعم الجوي أما عن خطة الدعم فهي مسؤولية الجيش وبحسب الصحيفة فإن وزير الخارجية التركي أكد أن خطط المنطقة العازلة أو منطقة حضر الطيران تعتبر جزءا من الحل طويل المدى للمشاكل داخل سوريا نافتا إلى ضرورة مدافعة حلب عن نفسها أمام هجمات تنظيم دولة داعش ونظام سوري وقال إن هذا ما نقوم به من خلال برنامج التأهيل والإعداد لذلك مؤكدا أنه يجب إيقاف النظام السوري عند حده بجانب المكافحة ضيدة داعش وتريد الصحيفة أن مسؤولا أمريكيا قال في تصريح له حول الموضوع وإنه تتواصل المناقشات مع الجانب التركي ولم يتم التوصل إلى قرار ملموس يحصم مع تركيا مكافحة تنظيم الدولة في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالة لصالح القلة بعنوان اجتماع القاهرة وخطأ خلق بديل لإتلاف سوري تطرق فيه إلى الدعوة السعودية لاجتماع لمعظم تشكيلات وقوى ورموز المعارضة السورية المعتدلة ورأى أنه ليس ضروريا قطع الطريق على هذه الدعوة وعلى هذا الاجتماع بدعوة أخرى واجتماع آخر في القاهرة وهو الاجتماع الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة والذي قيل على لسان أحد منظمه إن نحو مئتي شخصية من المعارضين السوريين سوف يحضرونه موضحا أن الهدف الرئيسي هو إيجاد بديل للإتلاف الذي مقره في اسطنبول والمعترف به كما هو معروف من قبل أكثر من مئة دولة من بينها الكثير من الدول الكبرى على أنه يمثل الشعب السوري وأشار القلاب إلى أنه كان بالإمكان أن يفب اجتماع القاهرة الذي لا شك في أن الجديد فيه هو الإعلان عن تمسكه بالمرحلة الانتقالية على أساس جينيف واحد على أنه رديف لاجتماع السعودية ومكامل له لو لم يبادر المنظمون إلى الإعلان عن بدير جديد للإتلاف السوري تحت اسم الحركة الوطنية السورية ولم لم يشد أحد هؤلاء المنظمين بالجيش العربي سوري الذي يستحق مثل هذه الإشادة وأكثر لو أن انحيازه كان لشعبه ولو أنه لم يتحول إلى ميليشيات طائفية ومذهبية لم تتورى عن ارتكاب مذابح ومجازر بورميل متفجرة وبالغازات السامة وبالأسلحة الكيميائية وأضاف القلاب متسائلاً ألم يكن من الأفضل يا ترى بدل كل هذا الاستقطاب الشديد وبدل كل هذا التشرذم أن تنصب الجهود كلها في اتجاه إنجاح الاجتماع أو المؤتمر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بدعم من تركيا وقطر وبخاصة أن المفترض أن هناك توافقاً إن ليس اتفاقاً على أن جينيف واحد هي المنطلق وهي الهدف وأنه لا مكان لبشار الأسد ونهائياً في المرحلة الانتقالية المنشودة وأنه أيضاً لا مكان لداعش ولا لأي من التنظيمات المتطرفة داعياً لأن تكون الحركة الوطنية السورية المزمعة تشكيلها في اجتماع القاهرة الجديد جزءاً من الإطار السياسي لتشكيلات العسكرية المعتدلة المقاتلة على الأرض صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالاً بقلم عبدالوهاب بندرخان تحت عنوان حال إيران سيئة إذا كانت كحال حسن نصر الله اعتبر فيه أنه إذا كانت الحال التي يظهر بها حسن نصر الله تعكس حال إيران فهذا يعني أن الإمبراطورية ليست على ما يرام وأن تأزمها يراوح بها بين فقد الرزانة وفقد الأعصاب وبعد أن لفت إلى أنه قد مضت فترة من دون أن تتلقى طهران أخباراً طيبة من العراق وسوريا واليمن على رغم يقينها بأن مشروعها ماضٍ في طريقه رأى الكاتب أنه إذا كانت انتصارات النظام السوري وحزب الله في جبال القلمون أشعرت على أكبر ولاية مستشار المرشد بالفخر لأنها تقوي محور المقاومة كما قال فإن نصر الله لم يشر يوماً إلى حاجة هذا المحور إلى تقوية بل أكد دوماً أنه ليس قوياً فحسب بل إن لديه فائد قوة مبيناً أن الرجلين حين جلساً لتقويم الأوضاع وجد أن حليفهما السوري في وضعٍ يرثى له وحليفهما العراقي يكاد ينسى واجبه الجهادي ولا يبدي كفاءةً في إزاحة سذاجات احترام الدستور وحليفهما اليمني يواصل بلاءه الحسن في الغباء واستدراج كل العدوات الداخلية له ولمحور المقاومة معه شبكة شام نشرت مقالاً لزين مصطفى بعنوان الجولاني بين حديث الحرب وداوة السلم حيث بيّن الكاتب بأنه لم يظهر وجه الجولاني خلافاً لكل التوقعات ولم يعلن نزع ثوب القاعدة وفق ما آلت إليه التحليلات ولم يطلق حرباً ضد العلويين أو المسيحيين ولم يهدد الغرب وأمريكا بأن يحول سوريا لنقطة انطلاق العمليات تجاهه ولم يعد بأن يحكم سوريا وفق ما يشاء حيث جدد الجولاني في لقائه لارتباط مع القاعدة والتزامه بالتعليمات المطاطلة فيما يخص بالحرب في سوريا وكرر أكثر من مرة أن الهدف الأسد كشخص ونظام وليس كطائفة وأن القتال سيكون موجه نحو من يرفع الصلاح التطمينات التي يبحث عنها مولي الأسد قد وصلت ومنحهم ومنحهم إياها الجولاني وحدد شروطها بالتوبة والتبرع ليكون عنوان المرحلة القادمة ليس حربي بل بكل تفاصيله فهناك طريق آخر يتمثل بالانصياع السلمي لكل من وقف ويقف مع الأسد مهما كانت أفعاله وجرائمه ولخصها بأن كأن القاتل بألف منه هذا العرض الذي قد يكون مستفزا للكثيرين في هذا الوقت في التحديد ولكنه مدروس وبمكانه ووقته ليتم إنهاء الحرب بأقل الخسائر وأسرع وقت حاول الجولاني الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل وتخطي كل السلبيات التي سقطت بها داعش وعرض نفسه كشريك جيد وفعال كل من حوله على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم وحتى عقائدهم قاد الجولاني عملية تسويق عالية المستوى لجبهة النصر بأنها ولدت يطيمة وقويت وحدها ومستمرة باعتمادها على ذاتها وتسير دون توجيه أو رسم للطريق من أي كان باستثناء الخطوط العرضة التي تم تحديدها من أمير القاعدة أيمن الظواهري المتمثلة بإسقاط النظام نظام الاستبداد وإقامة دولة إسلامية رشيدة ترضي أهل الشام الجولاني الشاب الثلاثيني لم يأتي بجديد إلا السعي خلف التهدئة مع الجميع ومع كل الأطراف وحتى مع من يواجهون الشعب الجولاني انتقد الفصائل وعالج النقد بالقبول ومتابعة المشوار جنبا إلى جنب الجولاني حدد الهدف المرحلي الوحيد ولم يأتي على ذكر ما بعده وكأنه يقول إذا سقط الأسد سينتهي كل شيء موقع كلنا شركاء نشر مقالا لنادي أخلوف بعنوان النقوس السوري على المكشوف تتساءل الكاتبة هل تغير تفكير السوريين مع هذه الحرب التي كانت ثورة ثم أصبحت حربا طائفية كافة القيام والمفاهيم المتنورة إلى انهيار العودة إلى القطيع والاحتماء به والتغلغل فيه والانتقام من الآخر هذه هي العقلية الجديدة عند أغلب السوريين كانت تغلب عليهم عقلية أولوية المصلحة أصبحت أولوية الطائفة المرتبطة بالمصلحة العائلات تتهدم بين من يسمون أنفسهم ثوريين وبين من يطلقون عليهم شبيحة السبب هو الطائفية أثبت السوري أنه غير منفتح ويسير إلى الخلف بخطى سريعة عاد العلوي علويا والسني سنيا والإسماعيلي والدرسي الكردي وابن القبيلة العربية كلهم عادوا يمجدون زعماءهم والأقلية المخالفة بينهم لا تجرؤوا على الكلام لم يغادر السوري بيئته أصلا كانت المصالحية التي تحكم الكثير من المتاسبين للبعث والجبهة الوطنية فهم لا يعرفون أهداف الأحزاب التي دخلوا إليها لكن جميع أبناء سوريا كانوا طلائع البعث وتسعة وتسعين بالمئة من الشباب كانوا من شبيبة الثورة وخمس وسبعين في المئة من شباب الجامعات هم بعثيون أو مناصرون لكن القلة استفادت من الجامعات والوظائف العالية أصبح السوري طائفيا إلى أبعض الحدود يمجد الدم يتشفى بالموت دون الأخذ بالاعتبار المشاعر الإنسانية أصبح قلب السوري محشا بل مليئا بشهوة الانتقام أصبح السوري عبدا لتجار البشر عبدا لشركات الدول العربية والإقليمية التي يعمل فيها هو خائف على لقمة عيشه انتقل من عبودية على أرضه إلى عبودية على أرض الغير أما الفضائيات والصحف الصفراء فقد أتت أكلها هي اليوم تتاجر بكل شاردة وواردة أما داعش فهي قلب العروبة النابض هي إسلام سياسي إرهابي مثل الدول التي تقمع وتستبد تحت اسم تطبيق الشريعة السماوية لم تكن الحياة في سوريا خالية من العشائرية والطائفية يوما لكنها في أسوأ صورها اليوم ومن تمرد يوما على طائفة أو عشيرة عاد متأطأ الرأس إلى حظيرة طائفته يتمنى الغفران منهم ويختبئ تحت ألفاظ رنانة ويهدد الجميع حين يعلن انتماء هنا يمكن تعريف الوطن وفق المفهوم السوري الجديد هو المكان الذي تستطيع فيه ممارسة البدائية بأقصى صورها السؤال متى يكون لنا وطن يتمتع أبنائه بصحة نفسية قبل الجسدية يجيدون التعاطف مع الغير ثقافتهم مبنية على التسامح لا يمكننا إلا أن نحلم بأننا سنجد ذلك الوطن الذي نحب بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر